أعوام مضت وقوى الإطار التنسيقي بأحزابها وميليشياتها ترفع شعار مقاومة القوات الأمريكية وتصر على وجوب إخراجها من العراق تصريحات ما فتئت أن تلاشت مع تشكيل الإطار لحكومة السوداني حيث توقف الحديث عما يسمى بمحور الممانعة والتصعيد ضد المصالح الأمريكية ضمن سلسلة أحداث شملات اجتماع السوداني بالسفيرة الأمريكية ببغداد ألينا رومانوسكي سبع مرات وتطبيق نظام سويفت الذي شدد الخناق على مصارف خاصة متهمة بتهريب العملة الأجنبية والتي كانت إحدى مصادر تمويل الميليشيات وصولا إلى إعلان السوداني تأييده بقاء القوات الأمريكية في العراق لأجل غير مسمى وفق تصريحات نقلتها عنه صحيفة وول ستريت جورنال والتي قال فيها إن العراق ما زال بحاجة للقوات الأجنبية من أجل محاربة تنظيم داعش ذلك التنظيم الذي سبق وأعلن السوداني قبل نحو أسبوع بأنه بات عاجزا وغير قادر على مسك الأرض أو احتلال مدن مراقبون أكدوا أن السوداني ما كان ليتجرأ في أن يدلي بدلوه قبل حصوله على ضوء أخضر من الإطار التنسيقي الذي جاء به كما أن الحديث عن الخلافات داخل الإطار بشأن وجود القوات الأمريكية في العراق ليس أكثر من وجهات نظر وهو ما أكده القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي بشأن تييد أطراف داخل الإطار بقاءت القوات خشية تسبب إخراجها حدوث مشاكل سياسية وأمنية واقتصادية تنعكس سلبا على الحكومة الحالية التي تواجه أساسا سلسلة أزمات زادت من هوة الخلاف ما بين الحكام والمحكومين بحسب أحدث تقرير لمنظمة هيومان رايسووج تصريحات السودان تتزامن مع موعد الزيارة المرتقبة له إلى واشنطن وبالتوازي مع تصريح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بأن واشنطن ملتزمة بالحفاظ على بقاء القوات الأمريكية في العراق يقابل ذلك تحالف الميليشيات الذي لا يجد حرجا في أن يلتزم الصمت إزاء ملف القوات الأمريكية وإن كان قد وصف قبل أيام حكومة سوداني بأنها تمثل المقاومة التي تدير دفة العراق فلطالما بررت الميليشيات سلوكياتها وإباحتها تحت عنوان الممانعة حتى لو لزم الأمر أن يكون مصدر رواتب عناصرها من واشنطن وهو واقع ما كان ليتكشف لولا إصدار مجلس الشيوخ الأمريكي الكونغيرس قرارا بإيقاف تمويل ميليشيا الحجد عام 2020